رقم جاء على لسان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في سياق حذفه عن جهوده في مواجهة الفساد قوله اكتشاف أن عائلة واحدة نهبت 500 مليار أي ما يعادل 36 مليار دولار رقم تحول إلى موضع جدل على الشبكة بين مصنكر ودعم ومتسائل عن حقيقة هذا الرقم وحتى صاخر التغريدات توالت على الشبكة معلقة على هذا الرقم المهول مغردون جزائريون تساءلوا عن حقيقة حجم الفساد في البلد إذا كان هذا الرقم صحيحا مذكرين بأن الرئيس تبون أعلن فقط منذ أقل من شهر عن استرجاع 20 مليار دولار من الأموال المنهوبة آخرون اعتبروا أن هذه الأرقام مجرد مبلاغات مؤكدين بأن الرئيس نفسه كان وزيرا لعدة مرات في الحكومات السابقة بل حتى رئيسا لها في مناسبة واحدة تغريدات أخرى تساءلت هل فعلا الرئيس الجزائري متأكد من الأرقام التي يعلنها أم هي زلة لسان فقط معتبرين أنه يستحيل وجود مثل هذا المبلغ 36 مليار دولار في كل الجزائر البعض الآخر اعتبر أن مثل هذا المبلغ يحتاج لتخزينه عمارة سكانية من عدة أدوار أو في نفق تحت الأرض مضيفا فأين كان هذا المبلغ بالضبط؟ الجدل حول الرقم ومليارات الفساد بالجزائر تجاوز الجدل حول الفساد نفسه مجتاحن الشبكة عبر تغريدات وتعليقات توزعت بين الاستنكار والسخرية